اشتركوا في القناة وفي توصيات الفريق الوطني الطبي اللجنة التنسيقية ووفق توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا اتخذت عدة قرارات وكلها تهدف لدعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي للجائحة وهي كما يلي رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية إلى 31 ألف من خلال 31 مركز موزع على كافة مناطق البحري تكليف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة السماح للقطاع الخاص باستيراد الفحص السريع من شركات أخرى معتمدة من النهرة خفص سعر البيع على الصيدليات من ثلاث دانانير إلى دينارين فقط وخفص سعر الشراء إلى دينارين ونصف السماح للشركات الكبيرة بشراء الفحص بسعر دينارين من مخزون الحكومة إلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الأساسية التي لن تغلق في المرحلة المقبلة دوريا تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين كالتالي تحديث البروتوكول الخاص بالحالات القائمة حيث يتوجب عليهم تطبيق العزل المنزلي فور ظهور نتيجة اصابتهم بالفيروس من خلال فحص البي سي آر والالتزام بتعليمات العزل من قبل المعنيين لا يتوجب عليهم التوجه لمراكز التشخيص والعلاج إلا في حال وجود أعراض حادة أو أمراض مزمنة أو ما يتوجب العرض على الفريق الطبي لتقييم حالتهم الصحية وسيتم تفعيل خاصية الحالة القائمة التي تستوجب العزل لهم فورا من خلال تطبيق مجتمع واعي من دون الحاجة للتوجه إلى مراكز التشخيص والعلاج يتوجب على البالغين من العمر خمسين عاما فما فوق سيتم طبعا التواصل معهم من قبل وزارة الصحة وحول تحديث البروتوكول الخاص بالمخالطين قال الدكتور وليد المانع أنه يجب على الأفراد تطبيق الحجر الصحي فور اكتشافهم لحالة قائمة وتفعيل خاصية الحجر تحديث البروتوكول الخاص بالمخالطين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي فور اكتشافهم لمخالطتهم لحالة قائمة وتفعيل خاصية الحجر الصحي في تطبيق مجتمع واعي من قبل الصحة العامة سيتم تسجيل المخالطين البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق والذين ظهرت عليهم الأعراض الفحص في بداية الحجر ونهاية الحجر أي في اليوم العاشر أما المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض والبالغين من العمر 49 عاماً فما دون ذلك يتم تطبيق الحجر فوراً ويجب الفحص في اليوم العاشر كذلك لهم أو إذا ظهرت عليهم أي أعراض وسيكون لدى جميع المخالطين الذين تم رصدهم من قبل الصحة الصحة العامة الخيار للفحص في القطاع الخاص من خلال مستشفيات معتمدة سيتم الإعلان عنها